مشاهد الحياة المهينة والحقيرة التي تأتي مشاهد التطبيع الإماراتية وصلت للاحتفال بعيد ميلاد نتنياهو على متن السفينة الإماراتية اللي جايب أبضاع إماراتية لصديقه من نتنياهو لوزيرة إسرائيلية بتحتفل بعيد ميلاد نتنياهو على السفينة الإماراتية العربية المتحدة الشقيقة بين أصدقائهم الإماراتيين والإسرائيليين هاي لا واحدة وكده بقى المترجم للقناة 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 وفعلا زي ما قال الإعلام الإسرائيلي بعدها بكم ساعة كتب ترامب التويتا المنتظرة أخبار عظيمة الحكومة الجديدة في السودان التي تحقق تقدما كبيرا واللي مش عارفة توفر رغيف العيش وفقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم أقطع دراعي المكنة الإمارات دفعت الفلوس زي اللي حابدت حابدت والله حابدت طبعا لا أياكل أنا بتكلم على الوضع بتاع حكومة حمدوك المهم مع أن يتم الدفع سأرفع السودان من قائمة الدول الرعية الإرهاب شفت الموضوع سهل إزاي جماعة شفت الموضوع سهل إزاي بعد طول انتظار العدلة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطأ خطوة كبيرة الله لا 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 اسمه ايه حفيز دراج ستايل خطوة كبيرة بقتش إرهابية السودان لا خلاص بقت كويس كده فجأة 338 مليون دولار والإخوة في السنان بيدورها على 338 دولار مش 338 مليون مش كده كلها طلعت في مبلغ التعويض امارات دفعت المبلغ وخلصت وخلص الموضوع بقى العقوبات كانت مفروضة عشان خطر المبلغ ده اه طلعت 38 مليون دولار وامريكا جال حقها والسودان جال حقها وحبا اموا بوسوا بعض اتفاهم جملتنا الشهيرة رويترز اعلنت ان تويتر ترامب تمهيد للتطبيع بعد ما اسرائيل اعلنت بسادة تواصل الاتفاق مع السودان حول رفع اسمه مقايمة الارهاب مقابل اتخذوا خطوات لإقامة علاقات مع اسرائيل ده اللي قاله حمدشي 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 مش معنا كان حتة لحمدشي قاله احنا لازم السودان تطلع من الارهاب حمدشي كنا جبناها بلكده حمدشي اه حمدشي كان قال كده ومهد لكده بس انت واردوش يسمعوا وإلى حمدوك والثورة السودانية وللسوار والاحرار في السودان وكأن ثورة لم تقم وكأن ثورة لم تقم اه اه والله اه كأنها لم تقم دي جد بالخبة والويبة والوبات الساعات القادمة ستشهد تطورات كتيرة مهينة وحقيرة من السودان مع اسرائيل لو لحد ما تأتي تلك الساعات وبشركم مش لازم نختم بخبر حلو؟ لازم ولا مش لازم؟ استنى ما استنى لازم الناس تختم بخبر حلو ما ينفعشي لو احد يقعد يقول الحاجات دي وبعدين ما يختمش معكم بخبر حلو خبر يفرح كل قلوب العربية والمسلمة المخلصة ويطمنها على قادتها وزعمائها وديهم احرار واشراف اشراف ها؟ وشرفهم زي عود الكبريت وهنئ الامة باكملها ابن سلمان وابن راشد ورؤساء حكمات عرب ورؤساء حكومات عربية ينالون جائزة اصدقاء اسرائيل مرحى ومبروك على الامة العربية والاسلامية ابطالها وزعمائها الاشاوس اشتركوا في القناة